ننظم معهد العلوم الصحية بقاعة شهيد الدكتور رياض الجريري بالمكلة الحفل الختامي والتوديعي لتخرج عدد 12 خريجة لبرنامج ترفيع المرسدات لقابلات بمحافظة سقطرة وذلك برعاية من وزير الصحة ومحافظ محافظة حضرمود وجرى تكريم الخريجات وتسليمهن شهادات من قبل الوكيل الفني بمحافظة حضرمود المهندسة من سعيد بارزيقة ومدير صحة حضرمود الساحة للدكتور محمد الجمحي ومدير المعاهد الصحية بحضرمود الدكتور محمد لرضي ومدير منظمة اليونسف بحضرمود الدكتور فوزية غرامة ومدير اليونسف بعدنا الدكتور علي ضو وفي الختام قدم المعاهد الصحي دروع تذكارية لمنظمة اليونسف لدعمها للبرنامج كما تم تكريم الجهات المسهمة في إنجاح البرنامج من قبل منتدى طلاب سقطر الجامعي بحضرمود وتسليمهم الدروعة التذكارية بالمناسبة